حركات الإسلامية بعيداً على المؤتمر الاقتصادي برجع لحدثة الحقيقة يمكن ضغطت على أعصاب الكثيرين في الأيام القليلة الماضية إن طفل يغلط في المدرسة فيتم عقابه أمر شائع ومألوف وربما كمان يكون محمود لكن إن طفل ما يعملش الواجب فهفقت حياته ثمناً لذلك يمكن الجريمة اللي نتج عنها وفاة طفل في مدرسة لأن المدرس ضربوا حتى الموت الحقيقة إنها مسلت ترويع لكل الأباء والأمهات النهاردة تم تحويل هذا المدرس مدرس اللغة العربية مع الأسف بمدرسة شهداء بورسعيد بالسيدة زينب للمحاكمة الجنائية العاجلة باع بتهمة ضرب التلميذ إسلام شريف جمال الضبع مما أدى لوفاته البلاغ المقدم كان مش بس من أسرة إسلام لكن كمان المجلس القومي للأمومة والطفولة تضامن مع الأسرة وقدم هو الآخر بلاغ على الهاتف معايا الأستاذ جمال الضبع جد إسلام البقاءة لله يا فندم معاكم جدا يا فندم يعني قلوبنا معاكم وكلنا أباء وأمهات ويعني شعرين جدا بمصابكم بسأل حضرتك يا أستاذ جمال عن سير القضية وإيه اللي إنتوا عرفتوه من التحييات لغاية دلوقتي؟ من المدرسة؟ من المدرسة؟ نحن المدرسة جدتها تبنى بطفل بصغورة ومؤسسات جمها بصغورة فأحنا من المشتشفات لدينا المشتشفات وبتاعه أحباش من المشتشفات لدينا المشتشفات فرنساوي استلامت الطفله للمشتشفات فرنساوي طبعا أهمال فضيعه أهمال مشروعه ماذا الإصابة للموتته يا حج جمال؟ الخبطة بالخرزانة في دماغه خبطتين دماغه بالخرزانة هو خبطه على دماغه؟ أه خبط على دماغه بالخرزانة وهو معترف بكده المعضة للعترب في النيابة لأنه خبطته بالخرزانة بس أكيد هو ما كانش متصور أن الخبطة دي ممكن يعني هو خبطه بقوة للدرجات دي ولا إيه بالضبط اللي حصل؟ أهما هو بعد تعذيب الموضع جيت ساعات في الشمس أو ساعتين في الشمس طبعا جاء له فوراهم في مخه ومن كنت وافيته في الشمس ووافع إيدين فوق يجي ساعتين ومسك الشنطة ورفع الفوق فبعد قاله إدراك يا أستاذ يعني زغليلت يا أستاذ أنا مش شاف يا أستاذ زغليلت يا أستاذ قال له أفو في الأخير ألطب له يخصو الشكو وخلزانة مرتين يا خبرة بيض يعني أنا مش عارفة أصلا يعني إيه المدرس يضرب الطفل بهذه الطريقة أو فكرة العقاب البدني المفترض أنه هو ممنوع من المدارس وخلزانة أنا مش خلزانة خلزانة عطاهم بطبطة كده عطاها كبيرة تخينة كده عطاها من شجرة ولا عطاها من إيه من عندهم من كردات سواء طب إنتوا عرفتوا إزاي يعني مدرسة تصلت بكم في ساعتها ولا عرفتوا إزاي لا المدرسة بعثت أنا معيها ابني وأحفادي كلهم في المدرسة هناك في نفس المدرسة في نفس المدرسة فالمدرسين جايين يجروا ابن العقص صغير قدوا كده فكان جايين يجروا قال لي إلحاء إسلام أهم عليه فراحوا ودوه مع المدرسين ودوه بيه على منشاشة معطم منشاشة معطم ودته على أصل عيني والأصل عيني حولته على منشاشة الطلبة يعني هو خرج من المدرسة حي آه حي آه بس تعبان تعبان مش حي شايرينه مصورة تغيبوبة لاحاولي الله يا رب بأ، الشعاي ماش على رجليه لا ، إذا في اخذين وشالينوا من المدرسة خيبوبة لاحاولي الله قوت طب ، أنت أولادك اللي موجودين لسه في المدرسة وأحفادك اللي موجودين لسه في المدرسة أنت مطمن عليهم بعد كده في نفس المدرسة إن المدرسة الأخذار اللي قدمتوها؟ لا أقدمش المدرسة من ساعتها يا فندي هل توصلت معك وزارة التربية والتعليم؟ هل حت تكلمك من الوزارة؟ عزاء عزاء مين اللي عزك من وزارة التربية والتعليم؟ أه الوزير التربية والتعليم وهو جديد اللي هو where it's from Congress 3 يتلقى العزني مشكوراً وطبعاً ما علان الإنس احنا طبعاً ج susceptibility et voila وهو gemaakt وينا والمجلس القومي للأممة والطفولة هو رفع معكم قضية أه المجلس القومي للأممة والطفولة رافع معكم قضية هو. ماشي يا فانت يا رب ايه كانت الخير ويقض. عشان ده ظلم معايز واحد. صحيح صحيح. الموديل بتاعه بقولك احنا زقنا لبن. هو فيه واحد يرشب لبن رجع حاجة صفرة من من بوقه. هم. لأ طبعا مش معقولة يعني يرشب لبن رجع حاجة صفرة. رجع حاجة مرة حمزة كنه اصفر زي الكوركم. لكنه الصفار بيف. هم. فطبعا مش معقولة احنا نشرب لبن رجع حاجة صفار بير. وعايد اخذوه في غيبوبة. واخنا ما نعرفش. يا استاذ مين ده اقولك ما ده اقولك ما ده اقولك ده واحده. وقد رأى ان احنا ما اخدناش بانه وعدنا اللف بيه على المشاشفات. مفيش احداش المشاشفة نفت بيه. هم. ده يودينا عادة وده يودينا عادة وده يودينا عادة وده يودينا عادة. في الاخر المشاشفة مورنساوي. المدير بتاعها قالك. قل سنه 15 سنة عشان هيدخله. عشان ممنوع يدخوله للطفل. وانا قل سنه 15 سنة ودخلناه. وعوما دخلت دفعوني ست تلاف جنيه. واشاعة قللي باربعة جنيه قلت لهم امين. اشاعة بالف جنيه امين. يعني طفل بيحتضروا. والمستشفى مش عايزة تدخلوا. لانها مش متحسسة لاطفال. عشان سنه صغير. لا حول القوة الا بالله. سنه صغير يموت. انا دخلت لقوة تاعة المدير. يوم الخميس ستر المدارس ده عام الطبور. ووقف الطبور. ومشغل الطبور. ومش عاموا اي حاجة. والعصائف مكتبه. والعصائف مكتب المدير ذات نفسه. لا حول القوة الا بالله. يعني انا اتمنى ان هذه القضية تاخد فيها حقك يا حاج جمال. عشان نطمن على اولادنا في المدارس. وانا بشكرك وبعزيك مرة تانية. جمال الضبع جد اسلام. اه الطفل الذي لقي مسرعه اثر اعتداء المدرس عليه في مدرسة السيدة.